ميسي ممكن يروح الهلال? ممكن يروح الهلال. بص اللي هيحصل في ميسي. انا قلت نهارته صحيحات من رئيس نادي الهلال رفض اي حد يسأله على ميسي. بص هو مبارح بعدما اخده كاس الملك الناس سألته ايه حقيقة مفاوضات ميسي. قال انا مش هتكلم. احدش سألنا عن ميسي. خليش صحفيا. احنا دائما صحفيا بنقول ادم ما نفتش. يعني مدام ما قلتش مسا ان ايه دا احنا مش متفاول مع ميسي. بص الموضوع حصل بالزبط مع رئيس نادي النصر قبل ما يجي رونالدو. تسأل ايه حقيقة مفاوضات مع رونالدو. سألهم قالهم رونالدو مين. انا ما عرفش حد اسمه رونالدو ولا بنفاوض حد اسمه رونالدو. وتقريبا اللي حصل مع رونالدو هو اللي بيحصل مع ميسي بالزبط. كله في الاول قال رونالدو اكيد مش هيجي الدور السعودي. الموضوع صعب الموضوع مستحيل. في الاخر رونالدو رح للدور السعودي لسبب واحد هو العرض الجد. هو العرض الاكثر قيمة مالية في العالم. ميسي حاليا وصله عرض من هلال وصله عرض. بقيمة مالية كبيرة بقيمة مالية كبيرة جدا. ارقام متضربة 500 مليون 600 مليون 400 مليون. بغض النظر الرقم في الرقم اللي وصله فعلا رقم ضخم جدا. ولكن ميسي شخصيا هو نفسه مش عايز يخد التجربة. حابب بيلعب لبرشلونة. بس اكبر رقم حسب التخارير الاسبانية ان برشلونة ممكن يدفع 25-30 مليون. ففرق الشاسع جدا. العرض الثاني هيكون من نادي انتر ميامي الامريكي. هيقدم عرض مش هتخطى 100 مليون. فهو ميسي هيسيب العرض الهلال لاخر لحظة. وفي الاخر اعتقد هيوافع عليه. وجود رونالدو هيكون دفع لي. وهنشوف حاجة خيال اعتقد في الدول السعودية. طبعا.